عملت أنا عايزة أسألك إيه الكرسات اللي بتقدمها عيادات أورا علشان خاطر يا أمة نقي شعرنا من إن إحنا خلاص دخلين بقى على فترة الصيف والرطوبة والشمس والبسين والبحر والألحفة زي ما بقولك يا شعر بتلاقيه كده بيروح مألحف كده وإيه كمان الكرسات اللي ممكن نقدمها للشعر بالنسبة لأي عروسة هي عايزة تتجوز وعايزة تلحق نفسها قبل الفرح وتقول لنا قبلها بقد إيه كمان تمام أنا بس حبة برضو في البداية أوضح أن زي ما قلت لك يا مش المشكلة بتبقى بس لها يا شان يا كمان المشكلة الأكبر اللي بتبقى جاية بيها معظم الناس التساقط تمام إحنا في مركز أورا بنعمل حاجتين أنا برجع الشعر لطبعتها الشعر الصحي اللي ربنا خلقها تاني حاجة إن أنا بقلل التساقط تمام بقلله بإيه؟ بقلله بطرق كثيرة جدا أنا بستخدم كذا حاجة رقم واحد البلازما اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي الـ PRP الـ PRP تمام تاني حاجة باستخدم يعني ممكن نستخدم خلاج زعية خلاج زعية دي بتساعد على نمو الشعرية هو فيه بلازما بتستخدم للشعر؟ بالزبط طب إزاي بقى بنعمل ده؟ احنا مكونات الدم الطبيعية عندنا كرات دم حمراء كرات دم بيضاء وفيه صفائح الدموية اللي هي الـ وفيه البلازما اللي فيها الحاجات دي كلها هي PRP اختصار إيه؟ بلازما ريتش بلايتلت يعني إن البلازما غنية بالصفائح الدموية هي في الطبيعي موجودة في جسمنا بس لما بحطها في مكان معين بتساعد على النمو فلما حطها مركزة على الشعر بتساعد على نمو الشعر زي ما اتفقنا إن الشعر بيحصل في فترة معينة من الفترات إن بيحصل خلل في التوازن الطبيعي اللي ربنا خلقه بس فاية بتحافظ على كده وتاني حاجة بتحافظ على الهيشان بتاع الشعر اشرح لنا على الصورة اللي موجودة على الشاشة كده عشان اللاس اللي قديم بيتفرجوا علينا يفهموا إيه التكنيك ده تماما هو الجهاز ده أنا عندي الطبيعي أنا بسحب عيين الدم عادي خالص هي حاجة موجودة في جسمنا وأنا بعالج بيها برضو تاني الجسم أنا بسحب عيين الدم وبحطها في الجهاز ده ده جهاز طرد مركزي بيعمل إيه الجهاز ده ده بيفصل البلازمة الغنية بالصفاء حد دموية زي ما اتفقنا في تيوبز دي الجديد بقى في مركز أورا إيه إن أنا بستخدم تيوبز جديدة بتبقى بتخلي تركيز كونسنتريشن بتاع البلايتليس أكتر بكتير دي صورة تانية بتوبح اللي احنا شايفينه ده بقى اللي هو الجزء الأصفر ده ده هي دي البلازمة تماما والجزء ده دي اللي بتحط في جهاز تاني برضو موجود في مركز أورا إن احنا الممكن بنفس البلازمة بنستخدمها كبلازمة فيلر فيلر للشعراية فيلر للشعراية وفيلر للبشرة وكل حاجة وبنحقنها في فروة الراس ممكن نحقنها وممكن في ناس ما بتحبش يعني فيه ناس بتبقى خايفة من الحقن والألم فاحنا عشان نقلل الموضوع ده خالص أنا ممكن باستخدم الدرما رولر دي ما فاش أي ألم خالص أنا بحط البلازمة عندي أو الفلر بحطه وبنشي بالدرما رولر عشان يوصل للبوصيلة الشعر من غير حقن ومن غير قلق ومن غير حاجة خالص